تبدو تونس أمام مفترق طرق مع استمرار مشاحنات الرئاسات الثلاث وقد تأخذ الأزمة الدستورية منحا أكثر تطورا فحركة النهضة تقول أن أطرافا تدفع الرئيس قيس سعيد إلى تفعيل آليات دستورية ليس لها مقتضيات شكلية ولا موضوعية في الوقت الحاضر على حد وصف رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان عماد الخميري من جهته تحدث النائب عن قلب تونس عياض اللومي عن أن هناك محاولات لتفعيل الفصل ثمانين من الدستور بما يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان وسط هذا المشهد المحتقن يجدد قيس سعيد اتهامه لأطراف لم يسمها بعرقلة جهوده من أجل حل مشاكل البلاد ويعتبر أنه لو كان نظام الحكم رئاسيا لم أألت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار على حد تعبيره هذا وفيما يتمسك الرئيس قيس سعيد باستقالة رئيس الحكومة كشرط إطلاق حوار وطني ينهي الأزمة يؤكد رئيس الحكومة شام لمشيشي أن استقالته غير مطروحة لم تتأخر النهضة في إبداء تمسكها بالمشيش رئيسا للحكومة واعتبر زعيمها راشد الغنوشي أنه لا يرى دافعا لتغيير الحكومة الحالية الخلاف الرئيس بين رئيسي السلطة التنفيذية ما زال يراوح مكانه لنحو شهرين فالرئيس قيس سعيد ما زال عند موقفه الرافض لاستقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية بسبب شبهات الفساد التي تلاحقهم كما قال خلافات في كل اتجاه ووسطها يبدو صعبا تطويق أزمات البلاد المتراكمة